ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض آمنوا أي بالمجد الأعلى واتقوا يعني اتبعوا منهجه أمرا ونهيا ولما يتبع منهج الله أمرا ونهيا تسلم آلته ليه؟ لأن كما قلنا أن الصانع من البشر حين يصنعه آلة من الآلات توجد الغاية من الآلة قبل أن يبتكر عايزين ألا نرسل به عايزين ألا تجيب لنا تلفزيون عايزين ألا إذن بيوضع الغاية قبل ما يعنيه ويعمل العملية لتحقق مين؟ لتحقق الغاية ولكن أيتركك تستعمل الآلة كما تحب؟ ولكما وضع لها كتالوب افعل فيها كذا ولا تفعل فيها كذا حطها على فل تؤدي كذا ذور الحلقة أدك إلى الله إذن صانع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها ومنهج استبقائها لتؤدي مهمتها وما دام أحد لم يدعي أنه خلق الإنسان فتركوا رب الإنسان ليضع من أجا صيانة الإنسان حق سبحانه وتعالى قال لو أمن واتقض تجي لهم بركات من السماء والأرض طب بركات السماء داي إيه مثلا؟ إن أردتها مادية فنقوله المطر الذي يمزله من أعلى وبركات الأرض إيه؟ النبات كان الأول يفهموا أنه المطر بس من السماء والزرع من الأرض دلوقتي الأرض بتخرج إيه؟ بتخرج أسرارها وبتخرج فنزها وبنستنبط منها الكماليات المرادة في الإيه؟ المرادة في الحياة بركات وما معل البركة البركة هو أن يعطي الموجود فوق ما يتطلبه حجه يعني واحد مرتب عشرين جنيه تلتف تلاقي صاحب العشرين جنيه؟ عايش ومعايش ولاده ومبسوطين وفي سعادة وما فيش فضيق أبدا تقول تقول إيه دا؟ عايش إزاي دا؟ فقول لك والله دا أصلاها بركة بقى أصلاها إيه؟ بركة إحنا بنقول إنها بركة لكن لها تفسير كوني بركة لها تفسير إيه؟ لأن الناس دائما كما كلنا سابقا ينظرون في وارداتهم إلى إيه؟ إلى رزق الإيجاب ويغفلون رزق السلب إيه رزق الإيجاب وإيه رزق السلب؟ رزق الإيجاب إنه يخلي دخلك مجنيه ورزق السلب إنه يخلي دخلك خمسين بس يسلب عنك مصارف مية تطلع ببركة تدخل زي ما قلنا البيت فتقول لك الأمة الولد عنده حرارة وتعبان ومندعصر مش عارف إيه؟ فيدخل الله الإطمئنان على قلبك لأن ملك جاي من حلال تعبان فيه منتش مختلسه منتش مرتجم منتش مهمل في عملك يوم الله يدخل ذلك بالأمان على قلبك فتقول لها اعطيه قرص سبريل وكباية شاي فتروح تعطيه قرص سبريل وكباية شاي وينتهل إيه؟ وواحد أخذ ما له سلبا ونهبا واختلاقا وطلطصا ساعة ما تقول له كده إن شاعف قولي يا ترى إيه؟ حم شوقية حم نكفية الود جراله إيه؟ يفض الود ويترنه رأي على مين؟ على الدكات رو يصريف له خمسين ستين جنيه وقد يدخلونه في متاهة الأشعة والتحليل ومش عارف إيه ليه؟ لأن الله نزع البركة من الدخل الكثير فصار قليلا وأعطى البركة للدخل القليل فصار تدخل زي ما أقول تلاقي قماش كويس كده فأنت راجل من حل بتاخد معلقك ومش عارف إيه ولا بتفتلس ولا بتعمل حال وبقى أنا عجبك في السوق متر قماش كده للست بخمسين أش تقوم تاخد الفستان وتدخل البركة تعمل إيه بقى؟ ساعة ما يدخل الفستان يدخل بأبهة القبول على الزوجة فتقول له الله ما يحرمنا منك إيه الزوءك الحلو ده إيه اللي مش عارف إيه وواحد تاني يعني يروح يجيبه خمسة جنيه الله يدخل بخصة الردة تقول له إيه ده؟ كد وأنا لبس ده يبقى ده بثلاثة جنيه هذا هو يبقى بركات من السماء والأرض إن الحق سبحانه وتعالى يعطي من القليل ويمحق الكثير ولذلك سمى الزكاة مع أن الزكاة في ظاهرها نقص ولا لأ أنت عندك مجنيه طلعت زكاةها اثنين ونص بقوا سبعة وتسعين وإيه؟ ونص نقص ولا زاد طب والريبة حطت مية خدت مية وعشرة بقوا مية وإيه؟ فسمى الله النقص في الأولى نماء وزكاة وسمى الزيادة في الثانية محقا وسكاة هو اللي يعمل هو القابض الآيه؟ القابض الباسط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض